أعطي المقرر لأمريكيين أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع المقررة الخاصة في مجال الحقوق والثقافة في مخاوفها حول تهديم الآثار الثقافية والدينية في السعودية وتؤكد على أهمية هذه القضية للمليارات من الناس حول العالم حيث وعد ما قامت به السعودية من هدم وطمس متعمد للعديد من المعالم الثقافية والتراثية والتاريخية والمقدسة في مناطق مختلفة ومنها مكة المكرمة والمدينة المنورة إبادة ثقافية لمعالمتهم البشرية ولا تختصوا بحكومة إن بناء حمامات فوق منزل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ما يزال عملا شائنا ومؤلما للبشرية وللمسلمين حول العالم نطالب أصلاحه على وجه السرعة إن العالم يستغرب كيف لدولة تخدم الحرمين أن تبني حمامات فوق منزل النبي التي ترجع إليه ووفقا للتقارير فإنه منذ العام 1985 حتى العام 2014 دمرت السعودية 90% من الآثار الإسلامية وغيرها في مكة والمدينة إننا نؤكد أن الحكومة السعودية انتهكت القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع هدم وطمس الآثار ومنها اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ونطالب المقررة الخاصة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحث الحكومة السعودية بصفتها عضوا أيضا في مجلس حقوق الإنسان على الحفاظ على التراث الإنساني والثقافي وباحترام الثقافات إننا نناشد المقررة الخاصة بالقيام بزيارة عاجلة إلى السعودية لمعاينة الأوضاع عن قرب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ما تبقى من آثار تهم المجتمع الإنساني وحتى لا تكون الأمم المتحدة أو أي من الهيئات التابعة لها بعيدة عن إجراء مناسب يحفظ ما تبقى من هذه الثروة وسؤالنا للسيدة المقررة الخاصة هل تلقيت من السعودية أي استجابة أن تتضمن قراراً بالتوقف عن هدم الآثار وإصلاحه ما يمكن إصلاحهم الآثار المطموسة والمتضررة شكراً سيادة المقررة